اشتركوا في القناة 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 أتفرج فيه. أنا شو يوتيوب آخر ما كنت أتفرج ما كنت الشي واحد اللي حفزني باش ندير يوتيوب أنا كنت أنا صاحبي محمد آمين وطعت يعني الفكرة هو أصلا كنت قدري يوتيوب قبل في 2014 وقل لي أجل رجعون دير الفيديو ذك شانوي واحد تحدي ذك تحدولي كان سبابي في يوتيوب أنا ذك تحدي ذك تحدولي عجبني عجبني في المونتاج يعجبني في الضحك عجب الناس ما انت ما قررش أني ندير ذك الشيء اللي كنت مكري في 2016 كنت شبكري يعني كنت شفرج بالناس عادي قررش أني نديرها نديرها الموحشو ديالي أنا صافي منش ما بسروا بدك الفيديو بديش عادي وشي طابعة الحال كي حفزوني الناس اللي كي شابعوني حانش فيما كندخول كلو حشي فيديو كلقالي كومنتار ديالهم وهم اللي كزيدا حفزوني باش ننخدم و الأصدقاء ديالي حشوما كين اللي كي حفزوني و كين بزافة الناس كي حفزوني من المويدين ديالي و أصدقاء ديالي تشي واحد من القدوة ديالي حانش أنا أصدقاء بخدام الراسي ما كنت تفرج في تشي واحد كنت تعليفكرة كندخول الدار كنكشب سيناريو كنخرج نصوره مع أصدقاء ديالي و غادي في حالة كف مصار ديالي ما كن معدي تشي واحد اللي كنت تفرجوا لي قدوة ديالي كن حسب راسي أنا قدوة ديالرأس صار حانشان أول مرة تلاقيش بالمعجابين ديالي في الشارع أحسيت واحد فرحة كبيرة لأن الطريقة باش يتعاملوا معك و الطريقة باش يتعاملوا معك يعني كيقولوك باللكن بغيوك كتر من دك الشي اللي كدير هاد شي كيزيد فرحني و في كل مدينك مشيك القدم وشابعين ديالي يعني مشي عادة تقليوك العادة بزاف تقريبا لما يطعب لدرت في المدون المغربية يعني تقريبك يحضر بليد بزاف و هاد شي كيزيد فرحني و كيزيد خالينا خدمي يعني بدوك الناس اللي كتلقاوا بيها و كيشجعوني يعني كبار صغار يعني نساء ورجال يعني يملك يحفزوني و من اللي خلوين نصلت المستوى يوتيوب فيه الدخل و لكن ما قداش نقول لك أنه تقدر تعيش بي بالنسبة لي انا ما قداش نعيش بي لأن يوتيوب درشو في أوقات الفارغ ديال يعني مشي بالربح و لكن لأجل المتعة و و باش نتشارك نو أصدقاء ديالك شي كيزيد كيزيد و تشييد كيزيد و حطاري فكاش وقعت اليوم و أخرا كطلعت الكازا بدنا صور واحد الفيلم ممي مشيت حضرش مع الدراري جاو درنا تشورنا جيالنا الفرحة فرحانين دك شي بان زوين يعني على بالي أنا ره زوين و لكني رجعت الجديدة حطينا الكارت ميموها في بيسي دخلنا اللي فيديو باش نديروا المونتاج لقينا الكاليتي زيرو يعني كل شي تدرى من نفس زيرو أديك أكبر طارية فترة تلييل حد يعني باش تسافر من المدينة تشيق مع السبعة تسواح و تشيل كازا و تصور و تشعر و تشعر و تشعر و تصحابك و في الأخر جي قوليين فيديو ما ديشتلاح هذه بنسبة لي أكبر فضيحة مشيش طارية كان مؤخرا عندو معي واحد ديريكتور كاسشينغ في كازا قل لي وش تقدر جي تخدم في بي 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 سي تاي و لا تقدر في قلت لي قلت لي نقدر نجي ولكنه يعطاني تقريب الأوقات اللي في متورناج مع الأوقات القرية ديالي قلت لي وش كان شي تورناج يعني في أوقات الفارغ بكي قولي يا يعني الوقت اللي أنا عادة لكي نجي يعني ترانس بورش خلصو نشاغ يعني ش حمل حاجة ما ما تقبلتش أنا و قاررت أني نكمل يجيني شي عرض يعني مغري و اللي غادي يحافظني أنا ما كانت شلتيفات إعلامية خصوصا اللي أنا درتو حد بجهود كبير و جبت درع للمدينة الجديدة من غير أشواقع أول مرة درت معي انترفيو في ذاك العام في هذا الهفانمو وهي الآن كنت جاعد دعوتاني يعني كون كان شي مانبر إعلامي أخر مهتم بي غادي يجي ولكن حد الآن مازال ماشاش كنت منها ومند الناس هذا يعني يعطونا قيمة حد في هذه المدينة هذي نحن شوي معدناش قيمة الله يسمح لي الهدف ديالي الآن هو تمتيل مدينة الجديدة أحسن تمتيل هذا هو الهدف ديالي دائما لك نقولها والهدف الأسمى ديالي هو أنا أكمل قرائتي ونوفق ما بين القرائة ديالي وما بين يوتيب وفرح واليدي إن شاء الله الويدية في الأول مكانوش قريبا رائدين مئة في المئة على ذلك الشي حانتش المكانوش عارفين أصلا يدخل ذلك الدومين حانتش مكتش لهم صراحة حانتش وصل الفيديو من عائد العائلة ديالي يعني عائلة ديالي يعني بيس قالوا لهم آه سفيان دار واحد فيديو وشفتوه دار ما في خبار موالي ودخلوا وشافوه وقلوا عش مكتش لنا من بعد قنعتهم بالطريقة ديالي قلت له غير بالضحك نديرو غير في أوقات الفارغ ديالي يعني ما غدش لها هنا على القرائي ديالي صايفوا من بعد تفاهموا وكن بغن تشكروا مع تفاهم ديالهم حتى مش أي واحد يقدر يدير هذا سؤال زوين عجبني عافش علاش حانت الناس اللي كنتقدوني ومولي كيزيدوا حفزوني بالعكس رمشي كنقاشي كومنتار خيب كن كرجع اللور كيزيد حفزني لأن اذك الشخصي ديالي كومنتار خيب إلا قنعتو المرة الجيق غادي قدري ديالي كومنتار زوين وانتشيك يزيد حفزني شكرا للمنشاقيني حانتش كات وقت لي وقعت لي وحد مار كانوا واحد المنشاقين ديالي كومنتار خيب ودير عليا لايف وسبني وقال لي بلاد فلان كدير كدير ولكن من البعث قنعتو بطريق شي ماشي قنعتو على اساس هو خدمتش أنا على راسي ودرت واحد لا فيديو ودخل كومنتار كومنتار زوين وذك شي اللي فرحنا من قش كمسح يعني أصلا ما كمسحش يعني ذاك القادية ذاك المسح كومنتار ما كجيش لي على بارك كنخلي كل شي يعني عادي يعني تشى ذاك الكومنتار أراكي تسمى تفعو موسيقى موسيقى أنا دير وقت دير يعني كلم الشي ومنلي كيكون عندي ميت دير شا قريبا في الويك أند ولا شي عندي شا قريبا أنا حنش أصنف لافاكة تقدر ما تدخلش ديك سيمانا ولا ما كيش موشكين يعني كنت تقدر تحفظ في الدار كل شي كنصور والشي باش كننوفق بين الدراسة ديالي وبين يوشيب موسيقى آه هذا سؤال وعر على السفية نجاح إذا يسيغ سيحبس يوتيوب منهار قدر أخذ مقارة لأن تظرت عيشني أنا والعائرة ديالي يعني ما لغا نتزوج إن شاء الله وهذي النعرض على الفان ديالي في السيخ وتم ما غادي نحبس يعني ما تشقش ما غا تشقش نتقدر تحت دياليك أنا ومادام ولشي ولكن غادي نحاول ما أمكن أنا ما نحبس يوتيوب بالمرة ولكن نحاول أنا أجد في شخص إليه تستطيع التعمل في مكان في شخص و firmك لكن أنا أجد في شخص إليه لا تستطيع التصوير من الوصف يعني شخص الإنستغرام يعني أنا قدر بقوا يشوف اليوم يوريه في انستغرام يعني يلحب السيوشيب كأن انستغرام يعني أنت تستطيع التصويرات صغيرة في انستغرام تستطيع التصويرات كنتم تعطي الأمر بإمكانك Blazali لا تجلب سيحديات كنتم تجارب معي تجلب經ت خاش كما يتخلص كذلك يعيشون الناس يعني كيقدر جاء عندي واحد يعود لي قصة ديالو او لا انا كنشوف ملمو الشامع ديالناش كيوقع واذاك شي كنديرو فيلم قاسير وحشى الناس كيتفرجو فيه كي تقدر شو واحد كتلقى لي كومنتار ديالو ممكن يقول لك هاي تلقي قصة وقعت لي انا وتلقي قصة وقعت لي انا يعني كيبالك بيدك شركة تديرها واقعي يعني ممكن ديرو حاجة من الخيال او لا كيوصلني على ميصاج فيسبوك في انستغرام كييجو عندي الناس كيقول لي ابل اذاك اللي استوار درشي في ديالفيلم او انفعتني يعني تقدر تنفع شو واحد تقدر تدره على حسب الفيلم اللي درشي انتها وانا ما كنبغوش ندره شو واحد لانا كنبغو نعطى ولعب روسها طموح ديالي وانني نكون احسن يوتيوبر مغربي ونشرف مدينة جديدة والحلم ديالي وانني ناخد جائزة ماركويب كنفطر اني نخدم الرأسي ونخدم مع الاصدقاء ديولي اللي كنخدم معهم دائما يعني ما كنشي وتيوبر اللي اللي قدر نخدم ما معربش ما عنديش انا الفكرة اني نخدم مع شو واحد نخدم مع صحابي فقط انا نخدمش مع ولاج جديدة كيدروا دبا افلان قاسعرا خدرش مع الدلاري في مدن اخرى كيدروا افلان قاسعرا يلا بادي نخدمش معهم ودرش معهم واحد القاديني ما كيدرش واحد قريبا اول واحد دياله في مغرب كحوط اسمية شي والاسمية دياله في الفيديو كامل هدا فحداته كنتسمى دعم شكرا اشواقع تيفي على برنامج جيل دهبي اللي كتح الفرصة للمواهب المغربية شكرا الناس اللي كيساندوني شكرا اي واحد كان سبب باش وصلني الدرع الفدي هدا هو درع تحفيزي بالنسبة لي انا باش نزيد خدم شكرا اي واحد كيساندوني شكرا المشابعين ديالي اللي كانوا معي في السراء وفي الدرع شكرا اللي كيب بيانك شخدم معايا وشكرا لكم مشاهدينا كيف ما لاحظتوا بالعزيمة والاسرار كيف فصل الهدف ديالك الحلقة ديال اليوم انتهت الى حلقة جديدة مع موهبة جديدة قدرتك وصدرتك انا قدرتك فهمشي يعني اه شوفت فيش ها اي بواسب بني او كان لهم بلية كلام اصف 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 اصف